متعلق تاني باتحاد الكرة والنهار ده بصراحة يعني كان خبر بالنسبة لي هو المفروض ما يكونش غريب لكن اللي حصل في اتحاد الكرة على مدار سنة كاملة يخليك تستغرب شوية اتحاد الكرة يعيد تشكيل اللجان وإحنا هنا اتكلمنا كتير في مسألة تشكيل اللجان مش معقولة دوري وكاس وبطولات بتتلعب لا عندك مسابقات ولا عندك انضباط ولا شئول لعبين حتى لجنة حكام مش بلجنة حكام بالمعنى لجنة حكام رئيس لجنة وسكرتير لجنة واعضاء لجنة فنية ما كانش فيه كل الكلام ده النهار ده اتحاد الكرة بيعلن اعادة تشكيل اللجان قررت اللجنة السلسية برئاسة المهندس احمد نجاد تعيين الكابتن عصام عبدالفتاح رئيسا للجنة الحكام على ان يتقدم بالتشكيل اللجنة الجديد في اول اكتوبر المقبل فيما تستمر اللجنة الحالية لتسهير الاعمال حتى نهاية الشهر الحالة وهي لجنة تسهير اعمال بالنسبة لجنة الحكام منذ ان جاءت اللجنة السلسية وقررت استمرار وجيه احمد او الكابتن وجيه احمد كتسهير اعمال لجنة الحكام خلال هذا المسيب ايضا كمان قررت اللجنة السلسية تعيين المستشار محمد عبدالفتاح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شؤون اللعابين والكابتن خالد كامل رئيسا للجنة مصابقات القسم التاني والكابتن عادل عادل محفوظ رئيسة للجنة مسابقات القسم التالت فيما تم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الاول انتظار الانتخابات ربطة الاندية اللي فيها مشاكل والربط احتمال ما تتعملش لان فيه حاجات كتيرة في الربطة الاندية نفسها تعترض عليها لما تشوف اللايحة وتشوف التفاصيل المتعلقة بالربطة ده هنتكلم فيه الفترة الجاية لكن الربطة حسب معلوماتي فيها يعني تفاصيل لائحية وقانونية الربطة مش هتتعمل وكمان لجنة فض المنازعات وترخيص الاندية واللعابين المختلفين كل دي اللجان تم ارجاع تشكيلها الفترة اللي جاية اتمنى يكون فيه لجنة ترخيص الاندية بشوان سحمد لأنه حتى الفترة الحالية شهادات الترخيص للاندية لغاية اللحظة دي مكادش اطمضت لسه من الاتحاد لان رئيس اللجنة السلسية حتى هذه اللحظة لسه مداش موافقة لمدير اللجنة ان هو يوقع على شهادات الترخيص لجنة الترخيص من اللجان المهمة جدا اللي موجودة في الاتحاد ولازم يكون لها دور فعال مع الاندية عشان نتأكد من الاندية اللي موجودة في المسابقات اندية محترفة وكل معايير الترخيص متطبقة على ملفاتها بالنسبة 100% قاعدة تشكيل اللجان نتمنى بقى الفترة الجاية نشوف دور مهم جدا للجان في الفترة اللجاية ونشوف دور أساسي ويكون فيه اللوايح والقانون هاي اللي بتفصل ما بين عمل اللجان وعمل الاتحاد مع الاندية في الفترة اللي جاية اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعضه ونشوف ازاي الاهلي بيستعد للمرحلة الجاية وعندي كلام مهم جدا بخصوص عدد من اللاعبين داخل صفوف النادي الاهلي